وشوفنا ده في مدينة العالمين الجديدة وشوفنا إنجازات كتيرة أوي حصلت الفترة اللي فاتت فيما يتعلق بالنقطة اللي حليك تتكلم عنها تحديدا بالضبط فإحنا كان من طبعا كل الكلام ده اللي أنا بحكي لحضرتك أصلا أساسه إنه في مخطط استراتيجي دي معلومة مهمة جدا لازم كل المصريين يعرفوها إيه هي؟ إنه مصر لها حاجة اسمها مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية لمصر عشرين اتنين وخمسين اللي هو متوقع إنه عدد السكان في مصر يوصل مثلا حوالي قرابة المية وخمسين مليون مواطن فدول هيعيشوا فين وإحنا طول عمرنا عايشين على ستة في المية حوالين الوادي الضيق معروف المصريين عايشين فين وباقي الصحاري والجبال بتاعة مصر فاضية مش عارفين نعمل فيها حاجة كان بدأت قصة المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر عشرين اتنين وخمسين اللي هو في صياقه بتتنفس كل عمليات التنمية اللي بتحصل في مصر منذ أن تولى الرئيس السيسي في 2014 حتى يومنا كل شيء بيحصل في مصر ده داخل المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر عشرين اتنين وخمسين انا في أيام كنت برضو كنت دايما وانا يا صحفي كنت بشتغل كنت دايما بتدايق من مقولة كل ما يجي مثلا وزير او مسؤول يعلن عن حاجة بنعملها فيقول وفقا للمعايير الاوروبية وفقا للمعايير مش عارف ايه فانا في مرة من المرات سألت هو احنا لحد امتى هنفضل نقول وفقا للمعايير الاوروبية واحنا ما عندناش معايير بتاعتنا احنا مصر يا جماعة اي النهاردة يا فندم في معايير مصرية بيحتزى بها عالميا احنا سجلنا ريكورد كتير جدا في جينيس وبتاعتها وكالات ومؤسسات عالمية في ان احنا ننفذ حجم من المشروعات اللي تنفذ انا بتكلم سأنا العاصمة الادارية بتكلم على مستوى طبعا هنتكلم عن الاف المشروعات اي لكن هي الايقونة اللي خلينا اسجل العاصمة الادارية هي الايقونة للمفهوم العمراني الجديد في مصر بالزبط واحنا الحقيقة انه في فترة قصيرة جدا عملنا انجازات على مستوى المشروعات العمرانية تحديدا وعلى مستوى المشروعات اللي ليها علاقة كمان بالبنية التحتية الاساسية في مصر بشكل كبير جدا في فترة قليلة جدا وتاني هقول رغم صعوبات داخلية وخارجية اه طبعا مش طبيعية طبعا المخطط هنا في الكتاب انا ليه حطت فكرة المخطط والاستراتيج القومي وتعمل ليه وتعمل ازاي في قلب الكتاب ده احنا بنتكلم عن مستهدفات مثلا كان فيه مستهدفات بحلول 20-27 خلصة عشرين عشرين اي كان فيه مستهدفات 20-30 خلصة عشرين عشرين وعشرين 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 صح فاحنا سبقنا الزمن صح في وقت في وقت احنا يعني ظروف امنيا صعبة جدا كنا كل يوم الصباح بنقوم فيه تفجيرات وفيه قتلى مش عارف فين والارهابيين فانت البلد امنيا كان فيه مشاكل كان فيه اضطرابات اقتصاديا خارجين من صورتين الخزانة العامة للدولة منهكة تماما